مشاهدي أنفاس بريس أهلا بكم في عدة جديد من حلقة أنفاس الكان اليوم سيحضر معنا لتحليل مباراة المغرب المحلل الرياضي مجيد الخاد مجيد أهلا بك أهلا وسهلا وسعيد بتويت معكم ونحن أسعد مجيد مجيد أولا هنيئا لنا بهذا الانتصار انتصار توقيت مهم خصوصا أنه مش فينا المباراة الأولى ومفاجآت العرفة بعد المجموعات فأكيد أنه انتصار غاي خلينا ندخله فصل بالموضوع عدنا طموح هذه السنة إن شاء الله نمشي لأبعد نقطة أبعد نقطة يلفوز بالكأس على حساب الطرف اللي متوفرها الآن اللي وفروسها جامعة الملكة المغربية وطحادا وكذلك المجموع اللي يتوفر على النخبة الوطنية فهاني ألنا بد فوز رغم أنه يكون فوز حادير لأنه بعض المباراة صعب والقادم يكون أصعب لأنه الآن أولينا كتاب مفتوح شافوا اللي كانت الجوهر اللي عندنا شافوا طلعة اللعب وخصنا الآن كلها مقابلة جروعة على حساب المعطاية الدينة مجيد ده فين كتجل أهمية الانتصار في المباراة الأولى أهمية الانتصار هو أنه أول شيء تلت نوعات مهمة وكان عرفوا أنه أفد في الدورة فتحضر أنك تمر كثالثة المجموعة لأنه كان 24 فارح ثاني شيء هو إعطاء ثقة للعبين وخصوصا أنه عرفنا لكل منتخبات الكبرى سواديزون الكبرى بمثال مصر وجزائر ونيجيريا وغانا يعني منتخبات لهم كبار وعندوا بسادة كبيرة في كأس إفراحية يتمحنه في المقابلة الأولى لذلك فهذا الفوز نظر أنه معناوي أكثر ويجعل أنه وليد الكراغي الشغل واحد راحة وغي يجير المقابلة الماجيا على حساب الدورة المتوفرة كنا نعرف بأنه في كوديفور كنا حرارة كنا رطوبة والجيسيون دي الماش دي مع طنزانيا تبين بأنه اللاعبين نواعي بدمسؤولية وتا فيزيك مو واجدين باش أنه إن شاء الله كما تكلمت بأول أنه ومشوا لأغاد نقطة إنا رجعوا مزيد المقابلة تابعتي معنا وشنا نقدروا نقولوا أنه نحن اللي كدنا أقوية أو الخاسم كان ضعيف فبحال هذه المباريات كان صعيد تحكم على الخصوم بخصوصا أنه يوجهوا رابع العالم اللي هو المتخب المغريبي يعني كانوا أكثر حيطوا حضر رغم ليش فينا الإحصائيات فاستحواد الكورة ما كانش بشكل كبير فالمنتخب الوطني فهل 52% مقابلة 48% ولكن في النجاح على وجوم 100 وعدد الدل الجامعة واللي كان الصالح المتخب المغريبي يتم تكلمون على سبيعة مؤطرة المنتخب الوطني وسفر مؤطرة هنا يتبئي من مدى القوة لأنهم كانوا يتكلمون علي ما تحدث عن المنتخب الوطني كن يقوموا بأشحاب المتخب الاصحاب ويسي الملعب ولم two-lel وليس كذلك لهم يحاولون إنهم يتعظموا بقناة المنتخب الوطني فيما كنا كان يستخلصوا بقناة كان حاولا بقناة كون السرعة وشفنا تلاتيات بالأمس اللي كانت معادينا تلاتيات الأناحي إزياج حاكمي اللي كانت متميزة وهو اللي كانت ندلو الوجوع عليها كانت تنويع من الهجمات خصوصاً أنه في واحد الوقت مبعاش معنش كالقواعد الكلي سير كوي اللي كانت نوجدهم ولي كانت نتعملوا على كورات طويلة ولي كانت نحاولوا أن نمشوا من العمر ولكن على العموم التعنيه في المتخب الوطني كان مميز ومتخب طنزاني كان متواضع شيئاً ما إذا بيلا لحتي معنا مجيد الصحافة اليوم تتصدد ضوء بزاف على المنتخب المغربي كيف نتوقع هذا المباراة الأولى سيكون ضغط كثيراً على المنتخب في القادم؟ لا فالمنتخب الوطني المغربي فأول شيء فأنا نتكلم عن نسف نهائية كأس العالم رابع كأس العالم كذلك القيمة لللاعبين اللي عندهم فرح نتكلم عن حكيم زياج وحكيمي نيف أكراد وحارس بون يعني لاعبين اللي هم مقبع فعادي وباديه أن الصحفيين أنهم يوصلوا لهم منتخب الوطني وهذا كنظر أنه هو واعي به الوطني وليس سمعنا يعني الحوارات دائما يحاول أنه يوصل للاعبين رسائل وهي أنه يجب أن نحن 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 بر mangezzo وهو لا يحاول لهم أعدنا جاء نحن نحن نعبد ونحن نحن 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 نعبد جزء هو لاعبد و هذا أخير يجواب أحسن من أن تجاوب في الملعب لأنك تجاوب في مناعب الأهمية بالملاسابة مدام تكرتي مدربة التنزانية كيف رسالتك لها سيمجي؟ فأنا سابقا كنت جاوبت عليه وأننا لم نتحدث في هذه الأشياء و هذه المدربة الناكرة لم نتحدث أن نعطيهم واحدة محملية كبيرة كنت نظن أنه تصريح كما نفسه كما نتأخذ التنزاني لأنه كانت تناقض كبيرا لأنه كانت تصريح كما نعطيه وعوتاني لله فيما كانت في مدوة الصحفية الأخيرة مع صحفين مغاربة بالدل لأنه كانت شخصيتي ضعيفة ولكن نجاوب كما نجاوبه كوراويا بذنعليه بثلثة ثلاثة الآن سنرى شيء أخرى هو أصبح في الماضي سنطلقه مع مرة أخرى إن شاء الله والأولئة مع المنتخب التنزاني ونعودوا ربحوه لأن المنتخب الوطني المغربي ليس كوليسا نحن نقوم بعمل لدينا استراتيجية لدينا جمهور التي رجعت مع المنتخب الوطني ونذهب إلى مجموعة الإزراعات وهو جمهور وراء المنتخب الوطني وإن شاء الله نحكو نتائج إجابية حتى تصريحته من مرة المقابلة قال أن المنتخب المغربي هو فوز مستحق ونحن نتائج كبير في المدرب ونحن نتائج 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 من خلالة تجلوب الأدب ونحن نتائج ونحن نتائج ونحن نتائج ونحن نتائج ونحن نتائج وكيف أجل أداء في بعض التظاهرات لم يكن أعاد لدينا إجراء ونحن نتائج مع ذلك ويجعله أهل التعليف وريد ريجر لغير مرحباً ويجعله أدوار هجومية أكثر كان لعبه جيداً ويجعله الهجمة ويجعله أن نمشي جهة يمينة لكي لا نضغطه أكثر ولكن على العموم فهو خرج المقابلة جيدة ويجعله غياب ضاهر أيصر ويجعله ضاهر أيمن ويجعله بالإختيار لأنه يكتب سيرة ويجعلها ويجعله غياب ضاهر إليه وعنه لعموم فأنا من المعجبين بالشيبي وكذلك أمم المصارات لأنه من الراشة يجعله في عدة فروق ويجعله على رأسه ويجعله في بداية مصرية ويجعله الوطني ويجعله يتسوفيق ويجعله في مقابلة أخرى لأننا نعتبر بـ 27 لعب توجهات الكثفة كلها رسمية أهم جدا أننا رأيت أن المنتخبات القوية كلها لم يبدأ بداية جيدة لكن المنتخب المغربي في وجهة نظارك ما السبب؟ نحن من المحظوظين أننا لعبنا مقابلة من بعد أن مروا عدة مباريات للمنتخبات أخرى ولم نرى أننا لم يكن في كرة القدم الحديثة لم يكن نتحدث عن المنتخب ضاعف ومنتخب قوي فالآن الملعب لك يحكم ممكن أن أي مدرب الآن أو لك يعتمد على تحليل الفيديو سوف ترى مكامل قوة ومكامل ضعفة للفرق التي تتواجهها الحمد لله نحن كما تتحدثنا في الموضوع باكرا فإننا نفذنا لأنه احترام الخصم وأنك تضرب لحساب هذا هو شيء مهم في كرة القدم الحديثة والحمد لله كما تكتلت هذه النوقات التي هي مهمة وغنوجه منتخبات لتياقية قوية لأنه منتخب طنزاني كان أعتبر أنه منتخب عادي فالآن كنا كونغو الديمقراطية وكذلك كالزامبيا الزامبيا شنا بالأمس لأنه ما كانتش عندهم الكورة ولكن منتخب لي كيعرف أنه عنده تنظيم دفاع الوعوي كونغو الديمقراطية عندهم مهارات كبيرة عندهم فرضية يجميلة وكجماعة كلاعب جامعي فهم منتخب لي هو متميز فكما تكلمت في البقي اللي غيجي هو لا يكون أصعب نبغي نقرأتك للمقابلة المقبلة للمتخب المغديم فالحمد لله كما تكلمنا أول شيء يعني في الجانب الديني فاللاعبين بينوا أنهم مواجدين لتظاهرة الثاني شيء في المدد الأربعة سيئة وثلاثة أيام فهو يجب أن يعمل داقم الطيب يستعمل في استرجاع طاربة البدانية وكذلك اللاعبين اللي مصابين يكونوا بريل لأنه نحن محتاجين للجميع الوفد اللي توجه الكورة دفاع ثالث شيء كما أخذنا المباراة خصمين من كوشتي صغار الخصم خصنا نفوزوا بها باش إن شاء الله نمروا الدور دي الخروج المغلوب بتعود النقاط باش إننا نكون عندنا الإعلامة الكاملة لأنه هات شيء غير عبا يعني على الأول شيء علينا كمتخب له وقوي ومنتخب له كيضربوا لألف حساب ثاني شيء باش إننا الخصوم يجب أن يبقوا محتاطين مننا وهذا كي صالح دين المتخب الوطني وهذا السنة كان كينة كينة تقامع بين جمهور ونحن كمتسبعين وكذلك المتخب الوطني وكانت منه خير لأنه هذا جاء الوقت من بعد سنين ونحن كنا نتمنى كنا كمشيوا ديما كامور الشاحن إننا ننفوذ باللقاب ولكن ديما كان إشكال إما المجموعة إما الإصابات ديما كتلقى مشاكلة بسيطة لأجل هذه الجزئية البسيطة التي تخرجنا من المنافسة الآن هذه الجزئية بسيطة مبقاش توجهنا باكيران الكوديفور الحمد لله يعني جمع الظروف متوفرة بقى شيء واحد وانا اللاعبين يبقى هذا الفد القيتارية ديالهم لأن ذلك الروح المواطنة والروح المجموعة المثنائية فيهم باش أنهم يوصلوا سأل الله ونلعبوا سبعات الماتشات تلفينها سأل الله ونجيبوا الله أحمد مجيد نشكرك على تلفية الدعوة شكرا على حضورك معنا شكرا لكم تنتمى وشرف ليتي وجدناك وصلنا لنهاية الحلقة مشاهدين الكرام إلى اللقاء شكرا للطاقم التقني وإلى اللقاء في حلقة جديدة